اشتركوا في القناة وماضيه العتيق من بينها مدينة صور ملكة البحار حيث الحضارة الفينيقية الممتدة على سواحل البحر المتوسط باتت عرضة للخراب هذه المدينة التاريخية التي ادرجت ضمن لائحة التراث العالمي لكن هذه الحرب دمرت قيمتها الثقافية والاقتصادية تأسست صور عام 2750 قبل الميلاد لتكون شاهدا على حضارة لم تخبو لكنها الآن تواجه حربا تحاول محوها من ذاكرة الإنسانية بعلبك أيضا لم تسلم من آلة الحرب فالغارات طالت السور الروماني التاريخي للقلعة الشهيرة هناك وأسقطت جزءا منه متسببة بخسارة لا تقدر بثمن أما بيروت التي كانت ملاذا للحياة والحلم تحولت اليوم إلى مدينة تنهشها أو جاع الحرب لتصبح رمزا للألم والدمار كما تدمرت كنيسة القديس جاورجيوس في قرية دردغايا وتعرض المزار الأيوبي في باع البكدوريس لأضرار وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي شهد العالم محو أسواق نبطية التي يعود تاريخها إلى مئتي عام والتي كانت ذات يوم سوقا حيويا مليئا ببائعي الفواكه والخضروات وصاغة الذهب ومحلات البقالة ومتاجر الملابس والصابون وبين هذه الصور المأساوية يضغى الصراخ والعويل حيث أن الحرب أجبرت الآلاف على النزوح من منازلهم يضاف لذلك العجز الإنساني أمام حجم المأساة يظل ضمير المجتمع الدولي حاضرا ولكن صمته الثقيل يزيد من وطأة الألم فيما تبقى الأزمات الإنسانية التي تشتعل في قلب لبنان نداء مرا لا يلبث أن يتلاشى لعله يوقظ العالم من سباة صمته الثقيل لإيقاف حرب لم يسلم منها الحجر أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر